في الفيديو الفات تقريبا أنا قلت كلمة إن شاء الله أكثر من خمسة ستة مرات فأنا مدعوّد دائما في كلامي أي حاجة القانب أقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله معكم دكتور كوين من كوين انترناشنل جروب زي ما مدعوّدين ندعو لأهلنا في السودان ربنا إصلح حالة السودان ويرجع السودان أفضل من الأول وربنا يعوّض أي زول إذا خسر الخسارة كبيرة والخسارة كانت صغيرة وما تنسوا أهلنا في غزة ربنا إن شاء الله ينصرهم علي الظالمين في واحد رسل لي رسالة وسأل سؤال فقال لي عليك الله يخبص جاوب لي في فيديو عسى ولعل أنا أستفيد والناس الثانية تستفيد فالسؤال بتاعه كان كالآتي قال عن الناس الجدد الزي دين اللي هم الواحد دائر يمشي يقرأ وما عارف الفترة اللي حيقراها كم سنة أو أي مجال أفضل إنه يختار هو السؤال طويل شوية ده الشغل أول من السؤال طيب إذا أنت عايز تجي تدرس لو أنت أدبي غالبا حتدرس حاجة تغانية مثلا كمبيوتر أو ممكن تدرس اختصاد أو تدرس مثلا الحاجات الثانية عدد هذه بتكون ثلاث سنوات ده إذا أنت كنت أدبي أما إذا كنت أنت مثلا علمي وعايز تجي تدرس هندسات الهندسات في الهند يا جماعة بتكون دائما أربعة سنوات في فريق بين مثلا زول دائر يدرس اي تي لكن هو أدبي واحد عايز تدرس اي تي لكن هو شنو هو علمي الأدبي بدرس ثلاث سنوات العلمي بدرس أربعة سنوات العلمي بتخرج بمهندس والأدبي بتخرج باشنو بتغني لكن بالمناسبة الفرق ما كبير شديد يعني الفرق في الدراسة ما هيكون كبير جدا جدا فحتى الأدبي مرات لما يتخرج تلقوا عامل كورسات نفس الكورسات دي ممكن بتدرس هندسة كمبيوتر أول كان هو علمي ودرس هندسات ممكن إي يعمل شنو إي يعمل نفس الكورسات لكن في الوظيفة بتخترف لأنه في الوظيفة طبعا المهندس وظيفته بتكون شوية أعلى والجوب بتاعته بتكون شنو بتكون فرق من الأدبي في حين أنه ممكن تلقى الكورسات نفس الكورسات يعني بعد ما تتخرج نفس الكورسات ممكن تعملوها أنتو اللي اتنين الفرق بيكون يا هو بسيط يعني ما تكون حاجة كبيرة جدا جدا لكن بيكون في فرق طبعا في السلري وبيكون في فرق في الدرجة في الدرجة الوظيفية فالفرقات ما كبيرة فالمهم الإجابة هي إنك شنو إنه الأدبي بدرس غالبا ثلاث سنوات والعلمي بدرس أربعة سنوات طيب بالنسبة لإنه يختار شنو دي أغلب الناس بقعوا في المشكلة دي إنه أنا أختار شنو طيب أنا بدرب مسأل بالعلمين دايما وبدرب مسأل دايما بقراية الصيدلة فزي ما قلنا في الفيديو تفات تقريبا اتطرقت للحاجة دي أنت كيف تختار المجال البهمك أو المجال البينفع معاك كيف أقدر أختار المجال البينفع معاي الموضوع ما موضوع والله يا أخي أنا مثلا عايز أدرس صيدلة أو لا والله أنا عايز أدرس يعني الأيام دي أغلب الناس رائزين يدرسوا عندما يقول لك والله رائزين ندرس تلكنولوجي أو يقول لك عايزين الزكاء الزكاة الإصطناعي اللي هو الارتفيش الديزاين وفي واحدين يقول لك رائزين ندرس الأمن السيبراني يلا عشان تدرس مثلا الأمن السيبراني لازم تدخل في النيت وتفتش أنت في الأمن السيبراني حي دريسوك شنو طب بعد ما أنا أتخرج من الأمن من الأمن السبراني بقدر أعمل شنو في المستقبل فلازم تحدد الحياة دي لازم تفتش عنها ما في زول حي يقدر يقول لك يا أخي أنت أقرأ كده ومفروض تقرأ كده لا أنت بتعرف الحياة اللي بتنفع معك شنو لكن عشان تعرف الحياة اللي بتنفع معك شنو لازم تفتش لازم تبحث عنها يعني أضرب مثل بالصيدلة أنا عايز أي أدرس صيدلة في الهند مفروض أعرف أنه أنا في الصيدلة حي ده الرسول شنو والصيدلة هي كم سنة ثاني مفروض تعرف حاجة أنا بعد ما أخلص بكلاريوس الصيدلة حاشتغل شنو يعني حاجة أشتغل مثلا في صيدلية أو حاشتغل مثلا في مصنع أو حاشتغل مثلا مدرس أكون محاضر في جامعة طيب الموضوع ده ما حتقدر تعمل بكلاريوس الصيدلة لازم تعرف بعد بكلاريوس الصيدلة أنا مفروض أعمل ماجستير الماجستير بأهلني أنه أنا أكون مثلا محاضر في جامعة ولا لا أقدر أدرس في جامعات ولا لا فلو بس انت مفكر انا والله حمشي ادرس صيدلة وحيجي اشتغل في مصنع او حيجي اشتغل محاضر في جامعة الخرطوم او في جامعة تانية انت بتكون معارف الشارع الصح معارف شنوه معارف الحاجة اللي بتأهلك ليها اللي بتدرسه شنوه ما بتكون عارف المؤهل بتاعك ذلك بخليك تشتغل شنوه فلازم تعرف شارعك من البداية يعني انا واحد من الناس لما كنت في سنة ثالثة صيدلة حتى عرفت انه انا والله يا اخي بعد بكلاريوس الصيدلة انا ممكن اعمل حاجة اسمها دكتورة فارماسي اللي هي الفارمادي وممكن بعد الفارمادي اعمل شنوه لقيت انه انا عشان ادرس فارمادي لازم ادرس ثلاث سنوات بعد بكلاريوس الصيدلة وبعد بكلاريوس الصيدلة حدرس ثلاثة سنوات حاكون صيدلي سيريري عام اللي هو جنرال كلينيكال فارماسيست وبعدها انا محدد انه انا عايز اعمل شنوه بعدها ممكن اعمل حاجة اسمها بي جي واي وان وبي جي واي تو وذي بتخليني أكون صيدلي سريري متخصص فالتلفون نرد عليه ونرجع عليكم شباب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحب بك فأنا مثلا كنت في السنة في اختيار التخصص واختيار الجامعة أنا مثلا جيت درسة صيدلة زي أي سودان عايز أدرس صيدلة لأنه يا سلام بدرس صيدلة وبيجي باشتغل ويكون عندي جرش كتيرة والشغل بيكون كويس لما أنا درست الصيدلة وصلت السنة الثالثة حتى شنو ممكن يتفتح شوية وعرفت إنه أنا في الصيدلة ممكن أعمل شنو فأغلب الناس مفكرين إنه مثلا أنا جيت درست صيدلة بعد الصيدلة ممكن أشتغل مثلا محاضر في جامعة الفرطوم أو محاضر أو أمشأ أشتغل في مصنع وأعمل دواء وتدسكبر إنه مثلا دواء جديد واكتشف أدوية وحاجات زي دي لأ هتعرف الحاجة دي لما تدخل وتدرس صيدلة بس ممكن تكون أنت زوج شوية مفتح واحد يجب أن تقول لك يا أخي لو دائر تدرس صيدلة ستحصل فيها كده وكده وكده ممكن تفتش في النت تشوف المجالات بعد الصيدلة بعد بكلاريوس الصيدلة فلما أنا كنت في صنة ثالثة صيدلة نزلت حاجة اسمها دكتور فارماسي في الهند فهي كانت ثلاث سنوات بعد بكلاريوس الصيدلة أو تدرس ست سنين بعد الشهادة الثانوية فأنا عرفت إنه أنا إن شاء الله قلت هخلص بكلاريوس الصيدلة بعد بكلاريوس الصيدلة حدرس ثلاث سنوات الذي يسمى The Pharmacy The Pharmacy seminars iki بما تحديد شيء اسمها pgy 1 التي هي post graduate year 1 وبعد ال post graduate year 1 التي كانت سنتين ستدرس post graduate year 2 التي هي pgy 2 وهي برده ستكون سنتين بعد ما كان هناك شيء ثانية حاليا نزلت بعد post graduate year 2 نزلت شيء ثانية التي هي ال sub specialist ستكون انت ستكون صيدة ومتخصص والتدرايق بعد التخصص فلو انت عارف الحاجات دي بتسهل لك انت تدرس شنو وتدرس الحاجة دي ليه فقليناك في التلفون عشان ما يجي اتصال ويقرب لنا فباكده انت بتكون عارف انه انت من البداية انا حدرس مثلا صيدلة وحدرس مثلا فارما دي وحدرس بي جي واي وان وبي جي واي تو وبعد ذاك اشوف موضوع شنو موضوع الصب يلا حاول اعمل حاجة انت طوالي مثلا عايز تجد الهند فكر مثلا عايز ادرس صيدلة تحاول خش النت وابحث عن الصيدلة او منكن تسأل الصيدلة يا جماعة يا اخو والله انا عايز ادرس صيدلة بعض الصيدلة ممكن اعمى شنو اذا انا مثلا عايز اشتغل في المصانع الحاجة المفروض ادرسة شنو والحاجة المفروض اركز فيها في دراسة الصيدلة شنو فاشوف المجال الانت عندك في وانت الراست وبتحبه شوف الناس في المجال ده واسألهم وخش الانترنت وفتش عن الحاجة لانه مرات بيتلقى انه الحاجة ما بتنفع معك والله يا اخ مسلا انا لقيت الصيدة لا لا ما بتنفع معي والله ياخ ما نابع معي فحاول مثلا أشوف المختبرات الطبية بعد المختبرات الطبية أقدر أعمل ماجستير ولا لا بعد أعمل الماجستير حاشتغل شنو الدرجة الوظيفية حتكون شنو غالبا السليري حيكون شنو الدول الكويسة في المجال دا شنو فكذا انت بتقدر تختار شنو تختار المجال تبعك أو المجال انت عايزه بطريقة شنو بطريقة صحيحة السؤال كان طويل شوية فردين على الشغل أول من السؤال قال أو حتى دا أي ولاية يمشي الطالب ويدرس فيها ويختار الاية كيف يعني الولاية الفيهة سودانين ولا ما فيها سودانين دا السؤال بتاعه طيب يا جماعة اناąد دائماً قاعد أقول حاول تشوف الولايات الما فيها عرب كمية بغدر الإمكان щоб تكلم الكلام بكبر behent فحاول تشوف الولاية ما بيكون فيها سودانين كتائر يعني انا واحد من الناس حاليا بقول لك ياخ ما تمشي تدرس في حيدرباد لي لأن الحيدرب�اد بقت فيها كمية من السودانين وكمية مع العرب للأسف يا جماعة كم معكم صريحين كل ما كانوا السودانيين في منطقة كل ما كانت مشاكلهم كثيرة كل ما كانوا العرب في منطقة كل ما كان مشاكلهم كثيرة ده الحاجة اللي عرفناها يعني أنا درست في الهند من 2007 أنا بديت الدراسة في الهند فلما الكلية يكونوا فيها كمية من الطلاب السودانيين المشاكل بتزيد بعد سنة ليه المشاكل بتزيد؟ ما عليش يعني إلا العرب عامة أغلب العرب بيكونوا كسلانين أول حاجة بتلقاهم ما بيمشوا الكلية وما بيمشوا مع الرول بتحت البلد يعني غوانين البلد أو غوانين المنطقة أو غوانين الكلية بحاول يكسروها فبتلقى مثلا المدينة مثلا ما كان فيها سودانيين ما كانوا فيها عرب لما انتجوا أنتوا أول ناس بيحترموكم الهنود الكلية بتحترمك بتلقى مثلا السودانيين أو العرب عامة ما بيدفعوا الرسوم في زمنه يعني واحد برسوله له مثلا الفيس اللي يقرش الكلية تلقى ما تشترى بايك أو ليالأمور أسمعوا الكلام ده كويز فبتلقى الواحد يرسلوا له الفيز بتاعه اللي هو مفروض يدفع الرسوم ما بيدفع الرسوم بيمشي بشتري له موتر مثلا ما بيتندس كويس ما بينجحوا في المواد ما بيجوا مثلا الكلية في زمنهم ما بيكونوا مع الهنود كويسين يعني ما مش بتاعهم مشاكل لا لكن بيحاولوا شنو بيكونوا كسلانين بيكونوا مثلا بيكسروا الغوانين يعني يكون فيه اختبارات ما يمشي يختبروا يكون مثلا فيه احتفال في الكلية الناس كلها تجي العرب ما بيجوا يكونوا نايمين في بيوتهم فأبعد عن المنطقة فيها عرب كمية يعني أنا حاليا بحاول لما أجا سجل طلاب بشوفوا المنطقة الما فيها عرب الما فيها سودانين الكلية أنا بدرس فيها حاليا بي اتش دي ما فيها ولا طالب عربي يعني أنا واحد من الناس بضرب مثلا بنفسي عادة وبضرب مثلا بالناس اللي بعرفون بالحاجات اللي أنا شايفة فمثلا أنا بدرس في بي اتش دي بدرس بي اتش دي في جامعة ما فيها ولا طالب عربي أنا الطالب العربي الوحيد والطالب السوداني طبعا الوحيد فيها أفارغة الأفارغة أفضل من العرب في حاجات كثيرة يعني بتلقى الأفريغي مثلا يا شباب بيعمل حاجات كثيرة يعني بتلقى الأفريغي بيسكر ومعليش يعني بصراحة ساكنة معاه بيت في البيت عنده جيل فرنت وبيعمل أي حاجة كعلا لكن ما بيغيب من الكلية بتندس بنجح مواده وأي اختبار وأي امتحان ما بيدكه يعني ما بيغيب من الاختبارات ما بيغيب من الامتحانات ما بيغيب من الكلية الطلب العرب والطلب السودانيين بيعملوا الحاجات دي فأبعد من المناطق الفيها الطلب عرب كمية يعني أنا حاليا حيدربات بقول الناس ما تمشي حيدربات ما معناها حيدربات كعبة لا معناها بس مشاكلة شباب العرب كترت في حيدربات فبتلقى مثلا في كليات مثلا في جنوب الهن بيقول لك ما عايزين طلب عرب وفي واحدين بيقول لك ما عايزين طلب السودانين ليه؟ عشان المشاكل السودانين يعني الواحد بيجي مثلا ما بيتنديس وما بيدفع رسومه في زمنه ومشاكله كثيرة وكده فليه أنا أقوم أجيب لي طالب عربي أحسن أجيب طالب أفريغي الطالب الأفريغي مثلا بيدرس صيدة لا أربعة أثنين بيكمل في أربعة أثنين بينجح في مواده حاجة كلها كويسة فما بيقول إنه لا لازم بس ما تمشي عشان السودانين بس عشان المشاكل اللي بتواجه العرب عامة والسودانين خاصة أبعدوا من بعض يعني أنا حاليا مثلا لما أجي أسجل طلاب بحاول أسجل الطلاب العرب في كلية يعني السنة الوحدة ما بسجل مثلا في الصيدلة أكتر من خمسة طلاب أو ممكن الكلية كلها ما سجل أكتر من خمسة طلاب لو كانت الكلية كبيرة شديدة مثلا زي الجامعة أنا بدرس فيها جامعة كبيرة ممكن نسجل فيها مثلا عشرة طلاب عرب أو سودانين ما في مشكلة لأنه ما بيتلاقوا كثير والتخصصات لازم تكون مختلفة فدي كانت إجابة ليه الشغة الثانية من السؤال تبعك ولسه سؤاله بيقول شنو موضوع اللغة كزول لغته ضعيفة طيب موضوع اللغة يا شباب موضوع اللغة بيكون كالآتي إن تجيد قبل الكلية بفترة طويلة أنزل قرصات يعني أغلب الشباب العرب أو أغلب السودانين لما وصلوا الهند ما كانوا يعرفوا لغته أنا واحد من الناس كان لغة شوية كويسة لأنه درست في السودان مختبرات طبية ودرست في جامعة اسمها جامعة جيبة فجامعة جيبة كانت الدراسة باللغة الإنجليزية ففادتني هنا في طلبة حاليا بيأتي ويكونوا دارسين مثلا إنترناشنال سكول فالناس الدارسة إنترناشنال سكول ما عندهم مشكلة طبعا لأنه أصلا بإنجليزيهم ممكن يكون المخاطبة ما قوية لكن الترارسة بتكون كويسة والجرائب الإنجليزي ستكون كويسة طيب لو أنت جيت من بدري ممكن تنزل كورسات إذا لم تأتي من بدري جيت مثلا كلها أصبع فقط يجتهد لأنه يا جماعة المخاطبة والجرائة مختلفة يعني مثلا في الكلاس ترى الهنود لا يتكلموا إنجليزي فالمخاطبة والجرائة مختلفة يعني مثلا أضرب لك مثلا بحاجة خفيفة مثلا مثلا الهنود أداه أخذ الشيط بتاعه والشيط مثلا زي دا كده مكتوب كله بالإنجليزي بتلقاه حافظ بيقدر إحفظ الكلام دا كله وبيقدر إفهمه لكن لما تجي تتكلم معاه بالإنجليزي ما بعرف ما بعرف تتكلم إنجليزي تلقى بتتكلم اللغة المحلية في حين إنه الشرح ممكن يكون بالإنجليزي وجيزه بالإنجليزي وجيزه باللغة المحلية دي انت بخولها برضو فإنت محتاج بس تقرأ كتير قرأت كتير ما تكون عندك مشكلة في اللغة الإنجليزية أنا ما بتكلم عن المخاطب أتكلم عن القراية جيت قبليها بفترة ممكن تمشي شنو تمشي أي محد وتنزل محد لكن جيت قبلي إسبوع حاول أقعد أقرأ كتير قرأت كتير ما تكون عندك مشكلة في الإنجليزي حتقطع التكتب كتير وتحاول تقرأ كتير فموضوع الإنجليزي إن شاء الله يكون محلول لأنا أتوقع بالنسبة 90% من الطلب العرب والطلب السودانيين لما نجل هند ما كان بعرفه الإنجليزي ممكن أقول 5% أو 10% كان بعرفه الإنجليزي فكلما انت اتهدت كلما إمرك بتكون طيبة يعني لما انتزل واحد درس في الهند يقول لك والله أنا لما نجيز زمان ما كنت بعرف أي حاجة وده الدكتور وصل نون نون نسا أيها سار أيها ما يحاسك أنه أيها نين نسا نين 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 كي مشكلة ما يحاسك أنه سار كي مشكلة أيها كارتو كارتو سار أنا سوري سار أنا أحد يحسك أنك كي مشكلة كي مشكلة كي مشكلة نعم كي مشكلة ده كان الدكتور يا جماعة هنا سار هل يمكنك أن تقول مرحباً لأشخاص؟ نعم مرحباً هل يسمعني؟ نعم هل يسمعني؟ نعم نعم هذا الدكتور طبعا بتاع مسالك بولية فجاي داخل من عملية فحيعمل شنو حيعمل دستشارت هل ستفعل بعض دستشارت؟ نعم شكراً شكراً إذا كنت أتحدث لا تتحدث لك نعم نعم فحاول شنو حاول أدرس كتير باللغة الإنجليزية أقرأ كتير أمورك بتكون شنو أمورك بتكون طيبة بس أقعد أقرأ كتير يعني تلقى مثلاً الهنود الواحد ما بعرف بتخاطب لكن في القراية ما شاء الله متازين هم صح مدعودين إنه يقروا مثلاً بالإنجليزي لكن ما مدعودين على المخاطبة فبرضو ينتبهوا إنه في كل ياد بتشرح لك باللغة المحلية وده حاجة عادية يعني أنا مثلاً حالياً بدرس بي اتش دي في البي اتش دي بتلقى مثلاً الأسازة أو المحاضر مرات بيتطره وبيبدأ يشرح باشنو باللغة المحلية اللي هو باللغة الهندية ممكن تكون أنت في ولاية تامية يكون عندها لغة تامية عشان كده بقول لغة محلية فالموضوع عادي بعد فترة حتتدعود عليه هو عادي جداً جداً بس أنت أقرأ كتير فالقراية برضو يا جماعة هنا ما زي في السودان في السودان بذكرنا لما كنت بدرس مختبرات طبية كنا بنكون مثلاً زي مجموعة بنكون زي خمسة شباب بنشرح علي بعض هنا ما في هندي بشرح ليك ما في زول بشرح ليك إلا تسأل ولو سألت بيجاوب لك على السؤال ما سألته ما بزول بيسألك ما بزول بيجي بيقول لك إخي انت ما قريت ليه تعال أنا أشرح ليك لو ما شيتوا سألتهم بشرحوا ليك يعني مثلاً المحاضر انتهد ما في هندي حاجة تشوف الزول الشاطر منه وأديوا أزئلة لكن ما هيشرح ليك الحاجة كلها إلا تسألوا السؤال المباشر تقول ليك مثلاً أنا ما عارف الفغرة دي عليك الله أشرح علي أو تمشي حتى للإصطاف بتاعك تمشي لهم في وقتاً راح تكلموا بشرحوا ليك فعشان كده في الفيديو الفات لو ما شفته أرجع شوف الفيديو الفات عشان تحل الموضوع ده شنو فده كان رد للشق الآخر من السؤال بتاعك فالسؤال هو طويل شوية يا شباب فقال شنو قال ونظام الدراسة لما ترسب في كم مادة بحصل ليك شنو طيب حاجاوب عليه الشغدة في فيديو جاي لأنه السؤال ليس طويل يعني سؤاله هو متكون من كم فغرة فحاجاوب على بقية السؤال بتاعه في الفيديوهات الجاي عشان ما أطول عليكم فما تنسوا تعملوا لينا اللايك والشير والسبسكرايب كنت معاكم أنا دكتور كوين من كوين انترناشنال جروب